وقال مخففا علينا أياما معدودات يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات لا تلبث أن تنقضي سريعة مجرد ما يبدأ الشهر ما ترى إلا ذهب أول أسبوع ثاني أسبوع ذهب الثلث ثم النصف ثم الثلثان ولا ما بقينا وبعين دخلنا في العشر الأواخر وانقضى سبحان الله قال أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون إذن سماه باسمه شهر رمضان الشهر سمي بذلك لاشتهاره وهو مدة ما بين الهلالين رمضان مشتق من الرمض وهو شدة الحرارة لأنه صادف وقت حر شديد أول ما سمته العرب بذلك الذي أنزل فيه القرآن أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في رمضان أو ابتدأ نزوله في رمضان وقد جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنزلت وذكر صحف إبراهيم والتورى والإنجيل وذكر القرآن ذكر نزوله والمقصود النزول الإجمالي أما التفصيلي من بيت العزة في السماء الدنيا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الأرض على مدى 23 عاما هدى للناس هاديا من الشرك إلى التوحيد ومن الضلال إلى الهداية ومن الجهل إلى العلم للناس ليهتدوا به وبينات واضحات وحجج ظاهرات ودلائل وآيات وبينات من الهدى الدلال والإرشاد والفرقان الذي يفرق به بين الحق والباطل وفي هذه الآية تحديد فضائل الأيام والشهور وأن هذه من اختصاص رب العالمين وأن الله اختصى شهر رمضان بهذه الميزة العظيمة وهذا يجعلنا نعتني بهذا الشهر قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر كان صيام رمضان في البداية مستحبا ليس بإلزامي واجب فقال في الآية وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَوا فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ كان في البداية من أراد أن يصوم يصوم ومن أراد أن لا يصوم يطعم مسكين عن كل يوم فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوم خير لكم إن كنتم تعلمون ثم نزل فرض الصيام وصار واجبا ونحن في هذا الشهر العظيم نرى كيف تخفيف رب العالمين عندما جعل للمريض والمسافر فسحة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر إذن يقضي بعددها أفطر ثلاثا قضى ثلاثا أفطر سبعا قضى سبعا وهكذا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ما فرضه عليكم يعني لتجويعكم ما فرضه عليكم لتعذيبكم ما فرضه عليكم ليشق عليكم أبدا وإنما فرضه عليكم لمصلحتكم والثواب العظيم الذي ستنالونه وإذا كان الواحد صار عندكم منكم صار في مشقة عظيمة لا يطيقها مرض وكذلك كان في سفر اجتمع عليه الغربة والألم النفسي وكذلك المشقة البدنية والسفر قطعة من عذاب فعدة من أيام أخر ولذلك لو واحد سافر حتى معه أهله خدمه في الظل والبرد فإنه يستطيع أن يترخص ويستطيع أن يفطر ولا يستطيع أحد أن يمنعه لو أراد أن يصوم يصوم ويجزئ لكن لو أراد الإفطار في السفر لا أحد يستطيع أن يمنعه رخصة الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة تتم الشهر ولتكبر الله على ما هداكم إذا أتممتم شهركم وهذا دليل التكبير ليلة العيد ولعلكم تشكرون ثم تأتي هذه العبادة العظيمة عبادة الدعاء تتخلى الآيات الصيام وقد قلنا في أربع أمور أو عبادات أربع عبادات عظيمة القرآن وكذلك الدعاء والاعتكاف بالإضافة إلى الصيام وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان إذن في علاقة وثيقة بين الصيام والدعاء فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ثم قال تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إذن لم يحرم علينا الطيبات ولم يحرم علينا المباحات الحلال طيلة الشهر كان ممكن أن نمنع منه ليلا ونهارا لكن من رحمته أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم هي ستر غطى لك وأنت ستر غطى لها ولذلك العلاقة علاقة علاقة مودة ورحمة وعلاقة تكامل وعلاقة علاقة سد الخلل وعلاقة كذلك يمنع عنها الضرر وتمنع عنه الأذى وقال فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم يعني الولد ابتغوا ما كتب الله لكم يعني الولد بهذه المباشرة والإتيان وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فنحن يجوز لنا النكاح والأكل والشرب إلى الفجر إذا طلع الفجر نتوقف فورا ثم أتم الصيام إلى الليل من الفجر إلى المغرب أتم الصيام إلى الليل وأول الليل الغروب ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد وهذه إشارة إلى العبادة العظيمة التي تخللت آيات الصيام وهي الاعتكاف وأنه يكون في المسجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتكون إنها والله آيات عظيمة في شهر الصيام وشأن الصيام وعبادة الصيام أيها الأخوة والأخوات فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله في شهر النفحات تصف الأرواح وتسمو متخذة من القرآن هدى ومن فيض النبوة بينات إشراقات إيمانية وأحكام العبادات في شهر رمضان وقفة يومية مع أمثال القرآن الكريم مع تقديمها بلغة الإشارة وترجمتها للغة الإنجليزية ومن خلال التطبيق المجاني هدى وبينات اشترك بالمسابقة القرآنية اليومية والجائزة اليومية مئة دولار برنامج هدى وبينات مع الشيخ محمد صالح المنجد يومياً على الهواء مباشرةً في الأوقات التالية وتقترب الخطى من رمضان أمور ينبغي على المسلم أن يراعيها في شعبان منها قضاء رمضان الماضي فمن كان عليه قضاء أيام من رمضان السابق لسفر أو مرض أو حيض ونحوها فليبادر إلى قضائها قبل دخول شهر رمضان فقد قالت عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان ولا يجوز الاحتفال بليلة النصف من شعبان أو تخصيصها بعبادة خاصة قال النووي رحمه الله عن صلاة الرغائب في رجب وصلاة ليلة النصف من شعبان مئة ركعة وهاتان الصلاتان بدعتان ومنكران قبيحتان ومن الأحاديث الضعيفة والموضوعة المنتشرة في فضلها حديث إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها قال الشيخ الألباني ضعيف جدا أو موضوع وحديث خمس ليال لا ترد فيهن الدعوة أول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان وليلة الجمعة وليلة الفطر وليلة النهر قال الشيخ الألباني موضوع ثم إذا جاء آخر الشهر فلا يجوز أن يتقدم رمضان بصيام آخر يوم أو يومين من شعبان إلا إذا صادف أياما اعتاد الإنسان أن يصومها أو كان في قضاء رمضان ولا بأس بالتهنئة بدخول رمضان لما في دخوله من النعمة والخير الحمد لله وحياكم الله أيها الأخوة والأخوات نحن في هذا الشهر العظيم عبوديات كثيرة لله سبحانه وتعالى تواضعا وذلا له الامتناع عن الحلال الذي منعنا منه في النهار فقط وبقي لنا في الليل ليذكرنا بالامتناع عن الحرام ليلا ونهارا ضبط الشهوة ضبط النفس تغلب على الغضب إذا سبه أحد أو قاتل أو شاتم فليقول إني صائم التعرف على الأوقات التي فيها العبادات غروب الشمس طروع الفجر نصف الليل وقت السحر دخول الشهر والهلال بعض الناس لا يعرف الشهور القمرية الهجرية إلا إذا دخل رمضان الآن ينتبه الآن وهذا واحد رمضان غدا السبت واحد رمضان وكذلك تعويذ الأطفال على العبادة وأيضا بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران إطعام الطعام عبادة عظيمة في رمضان ومن فطر صائما يعني أشبعه فله مثل أجره وله أجر نصيب ولو فطره بتمرة وشربة ماء وكذلك فإن من العبوديات العظيمة قيام الليل وقد صلينا التراويح وفي ناس سيصلون التراويح من المسلمين في العالم إذا جاء وقتها بعد العشاء هذه الليلة وتجهيز المساجد لذلك من الإعانة على العبادة طهر بيتي طهر بيتي إذن للطائفين وأيضا العاكفين وأيضا الركع السجود هؤلاء المصلون الركع السجود رمضان جو عظيم لتتابع الطاعات يعني التلاوة وذكر ودعاء وتدبر وإطعام وصيام واجتماع العبادة وكل المسلمين في الأرض ما يعني لا يوجد دين آخر يوحد أتباعه مثل الإسلام لا يوجد دين آخر فيه يفشعر المنتمي إليه بالفخر والاعتزاز مثل الإسلام لا يوجد دين آخر فيه عبادات عظيمة آثارها واضحة على الإنسان مثل الإسلام حتى أن بعض غير المسلمين يريد أن يشاركنا في الصيام لأنه يحس بفائدته حتى من ناحية صحية بل بعضهم يعني يغريه الفضول إيش هالعبادة هذه فيها الامتناع هذا يعني فلأجرب الصيام معكم فيدخلون معنا في الصيام وهذا باب عظيم للدعوة إلى الله وكذلك من العبوديات إما تحس أنت بالجوع والعطش وتترك ما تحبه نفسك لله وتتنازل عن هذا لله وعن شهوتك لله قال ويدع شهوته من أجلي وفي رواية ويدع زوجته من أجلي فأنت تفعل ذلك لله ولذلك الأجر عظيم الحسنات يا إخواني العبادات لها أجور تعرفها الملائكة كثير من العبادات يعني من قرأ حرفا من كتاب الله عشر حسنات يضعف الصدق بعشر أمثال إلى سبعمائة ضعف لا ضعف من قتل وزغ من أول ضربة فله مئة حسنة كل خطوة تمشي إلى الصلاة تكتب حسناة تمحى سيئة ترفع درجة وهكذا إلا الصيام قال فإنه لي وأنا أجزي به فلا تعرف الملائكة كم أجر الصيام خرص أكتبوك ما هو يوم القيامة يجزي به عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به من شرفه عنده لأنه سر سر لأنه سر بينك وبينه لا يطلع عليه إلا هو النية خفية ممكن واحد ينوي الإفطار لكن الصيام عبادة تركية فيها ترك لكن ترك لله ترك لله وكذلك فإن هذا الصيام فيه كسر النفس لله التواضع لله وعدم التورط فيما يخرق الصيام غيبة كذب أكل مال حرام ظلم ومن العجيب أن بعض الناس يتحرز من الغبار ومعجون الأسنان وبقايا السواك ويسأل عن تفاصيل التفاصيل و ثم لا يتحرز لا يتحرز من ظلم العباد أكل الحقوق الاعتذاء كيف هذا لا بد أن يدفعنا لا بد أن يدفعنا الصيام إلى حفظ حدود الله و نحن في صيامنا نخاف الله ونحب الله ونرجو الله نحب على ما أنعم علينا ومن النعم هذه العبادة لأنه فيه رزق الأبدان ورزق الأديان ونخاف الله فلا نخرق صيامنا وكذلك نرجوه يعني نحتسب الأجر والثواب عنده والمؤمن عنده حسن ظن بالله عنده حسن ظن بربه وهذه عبادة عبادة يشترك فيها القلب وكذلك الجوارح التي تمسك وتصوم فيصوم سمعك عن الحرام ويصوم بصرك عن الحرام وتصوم يدك عن بطش الحرام ورجلك عن المشي إلى الحرام ويصوم الفرج عن الحرام فإذا كان هو إذا كان هذا المسلم الذي يمنع نفسه عن أشياء كثيرة لله قد بلغ هذا الشهر يرجو رحمة ربه ونحن نهن أنفسنا ببلوغ شهرنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نجعله عاماً مباركاً وشهراً مباركاً وعبادة مباركة وشهر نصر وعز وفتح للإسلام والمسلمين كنا نتشوق للشهر فها قد بلغناه والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبشر أصحابه يقول قد جاءكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه تفتح في أبواب الجنة ويغلق في أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين إذن أعاننا على العبادة فالليلة هذه فتحت أبواب الجنة الليلة هذه غلقت أبواب النار الليلة هذه صفذت مرضة الشياطين ولا شك أن الشر في رمضان أقل من غيره وأن الشياطين في رمضان لا تصل إلى ما تصلوا إليه خارج رمضان ولا تتمكن من عمل مثل ما كانت تعمل من العمل مثل ما كانت تعمل خارج رمضان قبل وبعد ونحن في استعدادنا وتهيئنا لشهرنا وإقبالنا على ربنا فإننا نغرس الآن نغتنم الشهر هذا وقلنا فلتكن لنا فيه قراءات للقرآن منها ختمة مترسلة فيها تفسير قراءة التفسير والتدبر وختمة سريعة فيها مراجعة الحفظ وفيها أكبر قدر ممكن من التلاوة وختمة ثانية إذا أردنا فيكون لنا فيها شيء للتدبر والمدارسة وشيء لكثرة التلاوة وكذلك في كل ليلة من ليالي رمضان لو استطعت يا عبد الله يا مسلم يكون لك مدارسة مع أهلك أو أحد أصحابك فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مع جبريل عليهما السلام فعل مع جبريل عليهما السلام ولننتبه يا إخواني من قطاع الطرق ورصوص رمضان الذين يولدون أن يحرفون عن طريق ربنا وأن يذهبوا بنا عن سبيله وأن يخرجون عن جو رمضان وخشوع في رمضان وعن الإيمان وزيادة الإيمان بالهائنا بالترهات والسفاسف والمعاصي ونحن في الليل وفي النهار نعبد ربنا سبحانه وتعالى وليس فقط في النهار نعبد في الليل نعصي وكذلك الله الله في الفرائض فإن بعض الناس يحافظ على التراويح ويضيع صات الظهر ما يصلي الظهر إلا بعد العصر يفوت الظهر هذه فريضة والتراويح نافلة لا يجوز أن نضيع الفرائض أبدا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يصلح شأننا وأن يتقبل منا جميعا